تتلاقي نادي على مستوى العالم عود جماهيره على أن كل البطولة بيدخلها مفروض أنه هو يكسبها أول أنه هو ينافس على وطبعا زي ما حضراتكم شايفين طبعا الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن على صفخاته على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تهنئة للنادي الأهلي قال فيها خالص التهنئة لفريق كرة القدم للنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كاس العالم للأندية وأدأهم المشرف كما أؤكد على أن الدولة لن تدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية وتمنى طبعا متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعادة الإقليمية والعالمية دي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الكتبها طبعا في تهنئته للنادي الأهلي على تحقيقه الميدالية البرونزية الحقيقة يعني شرف كبير قوي طبعا والنادي الأهلي بيشرف الدولة المصرية أو الكرة المصرية حقيقة يعني حاجة كبيرة قوي أنه الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدم التهنئة دي خالص التهنئة لفريق كرة القدم لنادي الأهلي على فوزهم بالمركز الثالث في كاس العالم للأندية وأدأهم المشرف كما أؤكد على أن الدولة لن تتدخر جهدا في دعم ورعاية الرياضة والشباب المصري في كافة الألعاب الجماعية منها والفردية متمنيا دوام التقدم والنجاح للرياضة المصرية على كافة الأصعادة الإقليمية والعالمية التهنئة دي من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا يعني بتؤكد على الدور الوطني اللي بيقدموا النادي الأهلي للدولة المصرية وأنحنا الحقيقة الفريق ده بيشرف فعلا الكرة المصرية بيشرف الكرة الأفريقية والعربية في المحافل الدولية والعالمية بعد الفوز بأفريقيا وبعد طبعا الفوز دلوقتي بتالت العالم الميدالية البرونزية في كاس العالم للأندية العالم كله بيتكلم عننا العالم كله والصحف العالمية كلها بتتكلم على الأهلي المصري يعني إحنا علشان كده دايما بنقول أنه وجود فريق النادي الأهلي في كياس العالم الأندية أي أن كان انتمائك أنت انتمائك بقى أهلاوي زمالكاوي إسماعيلي أنت مفروض أنت بحسس بفخر أن أنت فريقك دلوقتي بيتكلم الناس كلها الصحف العالمية كلها بتتكلم عليه أنه هو الأهلي المصري يعني بعيد عن أي انتماء على الرياضة المحلية وهنا الحقيقة يا رئيس بيتكلم على قيمة الإنجاز وأي إنجاز بيحقق أي مواطن مصري في أي مجال إحنا مش بس بنتكلم عن الرياضة في الفلك في الطب في الهندسة في العلوم في الأداب في الفنون في المسرح في الرياضة ده شيء طبعا حقافز خصوصا لما يتولد في ظروف صعبة خدوا بالحضراتكم مشوار النادي الأهلي ما كانش مفروض بالورود ومشوار النادي الأهلي كان فيه كتير من المطبات والصعوبات